نروح لأخبار خاصة بنادي الزمالك ونادي الزمالك يعني اليومين دول فيهم حاجات كده بشرة خير يعني ألبانة كده ألبانة أعتقد كل محب ومشجع ومريد للقلعة البيضاء هيحب يشوف نادي الزمالك في الأجواء دي في الأخبار يحب يسمع الأخبار دي من نادي الزمالك سواء بقى على صعيد المركات والشتوي تعليم نادي الزمالك احنا نتكلم أنه ما شاء الله أكبر يعني جاب فريق كامل أزمة القيد تم إنهاءها تم التعاقد مع مدير فني ف يعني نأمل ونتأمل ونرجو أن نادي الزمالك ان شاء الله بيزنا في قادم الأيام يرجع الفارس الأبيض صاحب القلعة البيضاء الند لنادي الأهلي طيب الخبر ده يعني من الأخبار برضو أننا مش حابب أقولها بس هو كابتن معتمد جمال مدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك بيعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزي جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض كابتن حسين لبيب رئيس مجلس دور نادي الزمالك بيأكد أن كابتن معتمد جمال أحد أبناء نادي المخلصين وإحنا شفنا يعني وده كلامي أنا إحنا شفنا كابتن معتمد جمال يعني كان ليه أداء وبصمة في وقت صعب جدا مر به نادي الزمالك وستطاع أنه هو مش فقط أنه هو يعني يعني مش عارف أقولها إزاي الأداء بتاع نادي الزمالك كان أداء في هذه الفترة مع كابتن معتمد جمال كان أداء صراحة كان كويس جدا ففكرة أنه هو يعتذر عن وجوده في الدور التاني دي يعني أنا شايفها أن هي حاجة بالنسبة لي أنا كمدرب وطني حاجة محزنة يعني على أي حال كابتن وارجوع عن بقى للكلام كابتن حسين لبيب قال أنه هو كابتن معتمد جمال كان ليه دور إيجابي مع الفريق في الفترة اللي فاتت وتحمل المسئولية في ظل ظروف صعبة ونجح باقتدار في أداء مهمته مع الفريق وأعتقد كلنا كلنا سواء أنت كنت بتشجع نادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي الإسماعيلي أكيد أكيد كلنا شفنا كابتن معتمد جمال عمل إيه الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك نرجع تاني لكلام كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بيقول أن مجلس الإدارة متمسك أنه يستفيد من كابتن معتمد جمال في أي منصب خلال الفترة اللي جاية عشان هو طبعا أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين كابتن معتمد جمال كان توليه مسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي أخوان كوالس أو سوريو ويقاد الفريق نحوه صادرت مجموعته ببطولة كأس الكون فدرالية الأفريقية وكمان حقق بطولة كأس دبي للتحدي برضو إحنا لسنا مكملين في أخبار نادي الزمالك دكتور محمد وسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك بيقول أن محمود حمد الوينش أجرى أشع على الرجبة خلال الساعات الأخيرة بعد أصابته فيه مران الزمالك يوم السبت طبيب الفريق بنادي الزمالك بيقول أن كابتن وينش تم نقله إلى المستشفى بعد أصابته علشان يطمئن على حالته وأنه فوره طبعا بمجرد ظهور التقرير النهائي للأشع هيتم حسم الموقف موقف لعب من الإصابة وطبعا حسم فترة غيابه فريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك بيستعد علشان يقابل فريق الإسماعيلي يوم 19 فبراير الحالي في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم استمرين لسه في أخبار نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك بيعلن رسميا عن التعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربع مواسم ونصف خلال فترة الانتقلات الشتوية الحالية عشان يدعم صفوف الفريق كابتن ناصر ماهر بيوقع على عقود الانتقال ليقال على البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات ما بين الناديين على كافة التفاصيل كافة بنود التعاقد بينتقل طبعا بموجبها عمر السيسي لمودرن فيوتشر بصورة نهاية مع إعارض كل من عبدالله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف طيب نروح لنادي بيرميدز في مصدر ليه رقم عشرة في نادي بيرميدز بيكشف عن فسخ نادي التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالتراضي مساء اليوم بسبب تراجع النتائج في الأوينة الأخيرة وخروج الفريق من بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة من المصري بسلسية مقابل هدف في ربع نهائي البطولة المصدر بيوضح أن محمود فتح الله المدرب العام للفريق حيتولى مهمة قيادة بيرميدز في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة فريق بيرميدز بيحتل المركز الرابع بجدول الدوري المصري عنده 17 نقطة من 8 مباريات 5 فوز و2 تعادل وخسارة وحيدة في المباراة الخبر يعني بيقول أن الباتشيكو بينهي التعاقد بالتراضي تمام؟ طيب جنوب أفريقيا جماعة الزملاء في الكنترول بيقولوا أن جنوب أفريقيا كسبت 2-1 في ضربات الجزاء وبتقصي كاب فيردي عن دور نصف النهائي كاب فيردي برا جنوب أفريقيا بتكمل أنصار بيرسيتاو إلى المربع الذهبي كأس أمم أفريقية مباراة اللي جاية ما بين جنوب أفريقيا وما بين نيجيريا يعني تجربة كاب فيردي للأسف الشديد انتهت لهنا في كأس الأمم الأفريقية بس أعتقد هي ما انتهتش وخلي بالكم كاب فيردي على فكرة معانا معانا في تصفيات كأس الأمم كأس العالم يعني فكرة أنه إحنا حطين في بطننا بطي خصيفينين هنخش كأس العالم وإحنا بيضوية تسع فرق هنخش من قارة أفريقيا كأس العالم اللي جاية في أمريكا وكندا ومكسيك تسع فرق تخيلوا يا جماعة إن كاب فيردي دي هي في نفس مجموعتنا وتخيل يا مؤمن إن إحنا ما نتأهلش خالص لكأس العالم اللي جاية نفاصل نرجع بعد الفاصل معانا المحلل الرياضي محمد خليفة والمحلل إسلام علي وكلام كتير عن صفقات الزمالك وصفقات أمريكا والشتوي كأس الأمم الأفريقية بس قبل ما نطلع فاصل إحنا عايزين نعرف بس يا جماعة مين مجموعة كأس العالم غينيا بيساو بوركينيا فاسو وإثيوبيا سيرليون جيبوتي الحمد لله كافيردي طلعت مش معانا الحمد لله لا كده احتمال احتمال نطلع لكأس العالم